موسيقى موسيقى وذكرنا العصبة بالنفس وعددنا أصحابها وانتقلنا في الأخير إلى العصبة بالغير وذكرنا أن أصحاب العصبة بالغير هن أصحاب النصف أو أصحاب الثلثين مع من يعصبه أي أخوها في درجتها قلت لك أن البنت يعصبها الابن بنت الابن يعصبها ابن الابن الأخت الشقيقة يعصبها الأخو الشقيق الأخت لأب يعصبها الأخو لأب قلنا طيب الأخت الشقيقة هل يعصبها الأخو لأب قلنا لا هي ترفض التعصيب تقول له لا أنا أرفض التعصيب لأنها ستنفارد بالنصف في حال هذه النصف أولى لها طيب لو عكسنا المسألة وقلنا إيه كما توقفنا في دس الماضي أخت لأب وأخي شقيق أو عتغلت مني في الأسماء أخت لأب وأخي شقيق هذه الأخت لأب يعصبها الأخو الشقيق وهو أقوى أقوى منها يعصبها نقول أيضا لا لأنه يقول له لا أنا أنفارد بالتعصيب بنفسي منفاردا يكون عصبه بنفسي فيأخذه جميع المال ولا يعصبه إذن أرجو منك أنك تكتب معي أو تكتبي أنت معي كلمات مجازات إيه هي الكلمات أولا الأدلة طبعا في القرآن أصب بالغير متوفرة في أول قولي تعالى ينصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنثائين بناء القاعدة التي ذكرناها إذا استوى وارثاني نتبع استوى وارثاني في الجهة والدرجة والقوة الجهة عرفناها الدرجة عرفنا القوة عرفنا استوى وارثاني في الجهة والدرجة والقوة طب لو كانوا ذكورا قسمنا الملعى ذروس طب لو كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ حظي الأنثيين الدرجة الثاني هو الآية الخاتمة في سورة النساء وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فلذكر مثل حظي الأنثيين في الآية الخاتمة في سورة النساء أكتب معي الآن البن واحدة فأكثر تكون عصبة بالابن واحدا فأكثر ليه أقول لك واحدا أو أكثر أو ليه لأنه ممكن يختلط على طالب العلم وطالبة العلم هل ابن واحد يعصب خمس بنات يمثلا مات عن عن ابن وخمس بنات هل نعطي البنات الثلثين ونعطي الابن الباقي تعصيب أنه يقول لا طبعا لا لا يصلح الابن يقول لا أنه عصب أخواته فنقول المال على الجميع على حسب عادة الرؤوس لكل بنت رأس واحدة وللابن كام وللابن رأسها لأنه ضعفها بنص القرآن الكريم فنقول كلهم عين تعصيب على حسب هذا الرؤوس ابن وخمس بنات البنات خمسة خمسة والابن اثنان أقصي المال على كام على سق أعطي الابن اثنيني أعطي كل بنت واحدا طيب هل عدد البنات هذا يؤثر على لو كان ابن واحدا لا لا يؤثر كما ذكرنا طيب لو عكسنا المسألة عندي خمس أبناء خمس أبناء وبنت واحد نقول نفس القضية كلهم عصبة عين كبيرة على الكل كلهم عصبة الابن باثنين والبنت واحد نقول خمس أبناء اثنين بعاشرة والبنت واحد أحد عشر أقصي المال على كام على أحد عشر قسما أعطي لكل ابن قسما قسميني وأعطي البنت الواحدة قسما واحدة طيب هذا بقص البنت بنت لبني نفس القضية ولكن مع من مع ابني لبني يعني بنت لبني مع مين مع ابني لبني بس نتبه هنا عندنا إضافة عندنا إيه إضافة إيه هي الإضافة أقول سواء كان ابنه لابني أخوها أو ابن عمها في درجاتها يعني عندي فاطمة بنت محمد وعندي خديجة بنت أحمد هذه بنت ابن وهذه إيه بنت ابن لا أنا أقول فاطمة بنت محمد وحسين ابن أحمد فاطمة وحسين أبناء عم لأن أبوها أخو هذا فهو ابن ابن ولكن ليس أخا لها فلو كان أخا لها هذا أيسر طيب ولا لم يكن أخا لها يكون ابن عمها في درجاتها ابن عمها في في درجاتها هي بنت ابن وهو ابن ابن خلاص يعصبها طيب عندنا مسألة في الموريث أخرى إن كانت أعلى منه درجة يعني هي بنت ابن وهو ابن 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 اكتب معايا عشان ما تغلطش هي بنت ابن وهو ابن 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 طيب هل تتعصب به أم لا أنا أكتب على الصبورة كده من باب التذكير لعل الكلام يعني يكون نافع واضح معك لأن مسألة دي مسألة مهمة جدا معي على الصبورة كده إن شاء الله تبارك وتعالى أقول عندي في المسألة بنات قلت بنات ثلاثة أرمع كما يقول وعندي بنت ابن وعندي ابن 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 هل هو في درجتها لا ليس في درجتها ده أقل منه سنضع هنا مثلا ماتت عن زوجه كذا نقبل أي شيء مسألة هنا المهمة في الأخير سنجد أن البنات يأخذوا يأخذنا الثلثين الثلثين إذن إيه اللي يحدث بنته لابني ستسقط لماذا لاستكمال الصلبيتين الثلثين البنات استكملنا نصيب الإناث طيب لم يبقى لابنته لابني شيء تسقط ليس لها شيء طيب ابنه لابني سيأخذ الباقي تعصيبا أقول أولى رجل ذكر سيبقى لهم المسألة كام لو قلنا هنا مثلا زوجة الزوجة ستأخذ الثمن طيب نكمل المسألة ابن الإبن سيأخذ الباقي المسألة يكون أصلها من 24 ثمن ثلاثة الثلثين ستاشر يبقى معي تسعتاشر ثم يبقى خامس يأخذهم مين ابن الإبن وبنت الإبن تسقط قال العلماء هنا قالوا شيء جميل قالوا هي أقرب منه هي أقرب منه ولكن هو في التعصيب أقوى منها لأنه عصب بنفسه طيب قالوا فاستوى الأمران هي أقرب وهو أقوى إذن يجوز لها أن تتعصب بمن أدنى منها درجة بشرط إن احتاجت إليه الآن هي محتاجة أم لا محتاجة لأنها كده خرجت المسألة لا يبقى لا شيء فالعلماء قالوا نحل لكده أنا شده بساح دي كده اللي هو التعصيب الكلب دا نفسحه ونخلي ذا كما هو بس نكتب العين دي اللي هي احنا عملناها دي نعملها كده عليهم جميعا نقول ونقول هي عصبة بابن لابن طب هو أدنى منها درجة قلنا أن هي هو أقوى منها من جهة فيها التعصيب وهي أعلى منه في جهة النسب فاستوى يا فعصبة الشرط أنها احتاجت إليه إذا تكون مسألة كما هي من 24 ثمن للزوجة ثلاثة البنات التلتين ستتاشر يبقى خمسة الخمسة دي على مين على بنت الابني وابن الابني سويا سيأتينا واحد يقول ايه طيب احنا متفقين يا شيخ عن حل وكلام جميل لما قلت في الكتب طيب ابن الابن هذه عمته لما يقاسم معها المبلغ الباقي هذا هذي قيم يقاسمها كيف نقول يقاسمها على القاعدة الدرجة الموريث للذكر مثل حظ الأنثى ليه أنه لو لم ترضى هي بهذا لتبقنا القاعدة الأولى أنه أولى رجل ذكر ده كلام بل ما مشكلاني إذن لقالوا يأخذ المال جميعا نفرد به ولا يبقى هي لها شيء إذن هذه من المستثنيات في مساء الموريث أن نحن نعصب الأعلى بالأدنى ولكن في حالة هذه فقط قلنا إيه إن احتاجت إليه إن احتاجت إليه وهذا لا توفر في البنات لأن البنت ستنفرد مباشرة بإيه بنصفها أو البنات بالثلثين لن يقع عليه هذا إنها تسقط إلا بنت الابني لكن في البنت لا تسقط أبدا كبنت الابني هكذا ولا تحتاج لأن يعصبها ابن أخيها اللي هو اسمه ابن ابن لا تحتاج إليه إنها تنفرد بالنصف هي لا تقول لها خذ أنت البقى تعصي إذن هذا كلام لابد من فهمي لأن أفهم كيف المسألة بتمشي في الموريث نعم شوف العصب النفس هذا أو العصب بالغير هذا كما ذكرنا البنت كما قلنا يعصبها الابن وبنت الابني يعصبها ابن الابني أو أدنى منه درجة إحتاجت إليه طيب الأخت الشقيقة انتبه واحدة فأكثر يعصبها الأخ الشقيق أيضا واحدة فأكثر يعني خمس إخوة شقاء معهم أخت الشقيقة عصب طيب خمس أخوات شيقات وأخ شيق واحد عصب العدد لا يؤثر نفس القضية مع مين مع الأخت لأب يعصبها الأخ لأب واحدة فأكثر وهي واحدة فأكثر انتبه لهذا لأن هذا الكلام مهم جدا طيب أحكام العصبة بالغير هي نفس أحكام العصبة بالنفس يعني إن وجد ما هو أصحاب فرود يأخذ ما بقي بعض أصحاب فرود طيب إذا استغرقت فرود تلك سقطوا وهذا سأتينا في بعض المسائل الطريفة كالأخي المشؤوم والأخي المبارك سأتينا كلام عنه في هذا التلف من العصبات أحيانا العصبة تنفع أحيانا تضر ما سأتينا إن شاء الله وهذا الكلام مواضح معناه في الثاني والثالث اللي هو إذا وجد ما أصحاب فرود يأخذ الباقي بعد أصحاب فرود طيب إن استغرقت فرود تلك يسقطوا على ما سأتينا إن شاء الله ممكن واحد يقول إيه طيب إذا فارد كما ذكرت في العصب النفس لا العصب بالغير لا ينفرد العصب بالغير لابد له من شريك لن اسمع عصب إيه العصبة بالغير ملاحظة العصبة بالغير تأخذ فيها الأنثى نصف نصيب معصبه أي للذكر منذ نحظي الأنثى إيه كما مضى معا الثاني الأخ لأب ونؤكد على هذا الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيق وابن الأخ لا يعصب أخته وكذلك لا يعصب عماته المسألة تحتاج وضوح بيان هل الأخ لأب يعصب أخت الشقيقة قلنا لا ليه إنها ستنفرد هي بالنصف يقول أنا أريد النصف أريد حقي في الميراث أنا ليه فرض لماذا يتعلق هو به أنا أأخذه فرضي وأن تبقى له شيء أخذه فلا يعصبها وكما ذكرنا لو عكسنا أخي شقيق مع أختي لأب تتعلق يا به يقول لا أنا ليه تعصيب وأنا أقوى أخذ التعصيب طيب لو نزلنا درجة شوف ابن الأخي الشقيق أو ابن الأخي لأب فيه مهمة عظمة جدا جدا ابن الأخي الشقيق لا يعصب أخته اللي بنت الأخي الشقيق وكذلك ابن الأخي لأب لا يعصب بنت الأخي لأب لا يعصب ليه ونقول لك هذا من فقه الموريث أخي شقيقي عنده ابنه الابن هذا سينتسب إلى أبيه إلى أجداده فإذا اخترب من ابني أنا فالنسب واحد عمود النسب واحد طب بنت أخي بنت أخي غالبا كما جرر في عامسة تزوج في أسرة بعيدة في أسرة بعيدة ستخرج بالمال ستخرج بالمال لذلك لا يعصبها أخوها لذلك يا قدر الحبيب رحمه الله وتبارك وتعالى وليس ابن الأخي بالمعصبي من مثله أو فوقه في النسبي بعيد مرة أخرى وليس ابن الأخي بالمعصبي من مثله أو فوقه في النسبي بنت الأخي صارت من الأرحام صارت من إيه؟ من أرحام والأرحام يأتي لنبغة مستقل لا علاقة لهم بالتعصيب مطلقاً لا من قريب ولا من بعيد إذن انتبه لهذين المحظورين لا تخطئ فيهما بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أو بين أبناء الإخوة الأشقاء أو أبناء إخوة لأب مثال عشان هذا المثال يعني بينتشر وبنسأل فيك كثير جداً مثل مات عن أخي الشقيق أو أخت الشقيقة أكتب عندك كده مات عن أخت الشقيقة وابني أخي شقيق وبنتي أخي شقيق أكتب على الصبورة أكتب لا يوجد أشكال أخ شقيق أخت شقيقة وابن أخ أشف نتابه كده معي أخت شقيق شين طيب ابنه أخن شقيق شين بنته أخن شقيق شين حل أعمل التقصي أقوله الآن الأخت الشقيقة مر معي أنها تسحق النصف تارة وتارة تسحق الثلاثين مع أختها وتارة بالتعصيب لو وجد أخي شيخ لها لو وجد أخي شيخ معصب والشروط الأربع متفرة عدمه أنا أختص عدم المعصب عدم المشارك عدم الأصلي الوالد الذكر ما في أبا والجدد وعدم الفرع عدم الأصلي والفرع ما في فرع ما فيش أبناء خلص إذا أخت الشقيقة تسحق النصف جيد أدخل الآن في الإشكال اللي دائما في السؤال ابن أخ شقيق وبنت أخي شقيق بدها تنسيق العاقل تتعصب أخيها هي بنت أخ وابن أخ واستوى في الدرجة والقوة وإلى أخي لا أنا أريد أن أذكرك هنا بمسألة مهمة جدا وأعيدها عليك بس أرجو حضر العاقل والوارثات من النساء سبع انتبه لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت بن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهة كانت فهذه عذتهن بانت قال والأخت من أي الجهة كانت هل ذكر ابن بنت الأخي هل ذكرها لم يذكر فوقف عند الأخوات ما نزلش تحت إذن أقول ابن الأخي يأخذ الباقي تعصيبا أو لا رجل ذكر طب والبنت محجوب ليه أرحام إنها صارت من أرحام المسألة أصلاً من اثنين واحد الأخت الشريقة واحد سيقول بعضهم سبحان الله بنت الأخي لا تأخذ وابن الأخي يأخذ نقول نعم لماذا؟ إنه كما ذكرت لك عدة مرات القاعدة العامة بتقول إن الأموال تجري في الأنسال الشريعة تريد أن تحافظ على الأموال تجري في نسلها أما الآن بنت الأخي هذه بنت الأخ الشخيخ والأخ الشخيخ ليس من الأصول والفروض من الحواشي يعني المال بنت أتفرع لما نعطي المال لبنت الشعب الجانبي هذا ستأخذه وتذهب به أيضاً بعيداً والأصل أن القاعدة نحن بن حافظ أموال تجري فين في الأنسال ذا تعليل عاقلي بيستنبط العلماء ولكن ما اتفق عليه العلماء وجرعاً العمل هو هذه السورة أن ابن الأخي قد ذكرناه في الورثة من الذكور وبنت الأخي لم تذكر في الورثة من النساء ناهيك لو أن بنت الأخي دي بنت أخت خرجت تماماً لا وجود لها إن كان ببنت الأخي لا ثالث فما بالك ببنت نختي إذن هذه مسألة مهمة جداً أعيد بنت الشعب هنا وليس ابن الأخي بالمعصب من مثله اللي هي بنت الأخ لا يعصب أو فوقه اللي هي مين الوأخي الشقيق اللي عمته وليس ابن الأخي المعصبي من مثله أو فوقه في النسب راجع باب الورثون من الرجال والوارثات والنساء ستجد في الورثة ابن الرجال ابن الأخي الشقيق ولن تجد بنت الأخي في الورثات من النساء نرجع مرة أخرى إلى ما بقي معنا في التعصيب والحمد لله قضينا شوطاً جيداً في التعصيب والحمد لله فضل الله جل وعلا يبقى معنا أننا نذهب الآن إلى العصبة مع الغير أقوله بالله التوفيق ذكرنا أن العصبة إما نسبية وإما سببية إما نسبية وإما سببية أنا قبل ما يعني أعطيك العصب على غير لابد أعمل لك مراجعة سريعة فأستسمحك نخرج فاصل ثم نرجع إن شاء الله ونعلم وراجع ونواصل بحول الله يا أخواتي فاصل ثم نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاماً على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعود فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في العصبة مع الغير ذكرنا فيها مضاء العصبة كما قلت أنها قسمين نتنقسم إلى قسمين إما عصبة نسبية أو عصبة سابية أجلنا العصبة السابية إلى موعدها إن شاء الله وقلنا العصبة من النسب ثلاثة عصبة بالنفس وذكرناها عصبة بالغير وقضينا منها نبدأ الآن إن شاء الله في العصبة مع الغير والعصبة مع الغير من المسائف الموريث المحددة جدا يعني هي بسيطة جدا ولكنها تحتاج إلى انتباه عالي جدا جدا لأنها استثناء موضعه النبي صلى الله عليه وسلم يا إحنا قلنا في العصبة بالنفس كل ذكر لا يدخل في نسبة الميت أنثى وفهمناه طيب العصبة بالغير أنثى يعصبها ذكر له أخوها في درجته كما بياني إذا المسألة كان يطلق بالذكورة في العصبة مع الغير شيء عجيب أنثى تعصب أنثى وغير أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك الخبر ما فعلنا كيف كان الخبر الخبر جاء في الحديث السعيلة ذراه البخاري وغيره حين سئل أبو موسى وقد ذكرنا هذا الحديث سلفا عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وهذا الخبر يعني يصح أن نحتج به في عدة اتجاهات منها الحجة الآن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أبو موسى رضى الله أرضاه قال البنت لها النص والأخت الشقيقة لها النص وبنت الابن تسقط قال واذهبوا فسألوا هذا الحبر أي ابن مسعود رضى الله أرضاه فذهبوا إلى المسعود وأخبروه بقولي أبي موسى قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أي لو قلت بقولي لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه هذا الشاهد لأقضين بينكم بقضاء رسول الله إيه هو قضاء رسول الله انتبه جيدا قال للبنت النص ولبنت لابن السدس تكمل للثلثين وما بقي فللأخت انتبه هنا هنا بيت الشاهد وما بقي فللأخت أجراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قاعدة الموريث التي هو تكلى بها صلاة ربي وسلامه عليه فما بقي فليعود الرجل من ذكر قال فما بقي في الأخت يعني جعلها كأنها ذكر نقول نعم استحالت ذكرا استحالت ذكرا بوجودها مع البنت يعني هلما تجتمع الأخت الشقيقة مع البنت أو الأخت لأبي مع البنت أو مع البنت أو بنت لابني تستحيل ذكرا أي تقوم مقام أخيها الذكر تماما بتمام تماما بتمام يعني مثال بسرعة بقى كده وعايز عخلك كل سيال معاه جدا يعني آآ مات عن بنت أخت الشقيقة حالي المسألة بين وأخت الشقيقة كمسألة ابن مسعود أي موسى بس أضع فيها بنت ابن البنت أقول لها النصف ليه لعدل المعصب وعدل المشار جميل طب الأخت الشقيقة أعطيها النصف فرضا أم أعطيها ما تبقى عصوبة أقول تأخذ الباقي عصوبة ليه آآ هنا شغل عقلك لو أعطتها أنا الباقي فرضا خالفت القاعدة القاعدة عندي تقول إيه تقول أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف في حالتي عدم المعصب صح عدم المشارك صح عدم الأصل الورث الذكر صح عدم الفرع الورث عندي فرع وارث اللي هو مين البنت فتمنعها من أن تستحوذ على النصف لأنني ممكن أسألك الآن سؤال كده هل يجتمع اثنان من أصحاب النصف في تركة واحدة ها أجل يلا إيه رأيك هل يجتمع اثنان من الخمسة أصحاب النصف في تركة واحدة ممكن ولا مش ممكن فكر أجيبك أنا أقول نعم ممكن يجتمع بشر يعني أنا أقول يجتمع اثنان أصحاب النصف يعني كل واحد من هما يأخذ النصف في المسألة ممكن نقول نعم ممكن إيه الصورة كالزاودي مع الأخت الشقيقة أو الزاودي مع الأخت لأب ممكن هنا نعط نعط الزاودي النصف فرضا ونعط لأخت الشيخة النصف فرضا أو نعط لأخت لأب النصف فرضا لكن لو قلت لك زاودي وبنت وهي صحبة نصف إيه اللي هحدث للزاودي يقول النصف لا سيأخذ الربع لويد الفرعي الولد هو البنت وهكذا مع بنت لابني إذن لا يجتمع اثنان من أصحاب النصف في تركة واحدة يعطى كل واحد من النصف إلا الصور التي ذكرنا غيرها لا إذن أقول لا يجوز أن نعط الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت النصف إنما نعطيها الباقي ايه تعصيبا نعطيها الباقي تعصيبا مثل أخ مات عن بنت ابن واختي الأب بنت ابن واختي الأب نعطي بنت الابن إيه بنت الابن استحق النصف الشروط آتية عدد المعصب صاح مش موجود عدد المشارك بنت ابن أخر مش موجود عدم الفرع الوالي في الأعلى لا في بنت ولا ابن إذن الشروط الثلاثة متؤفرة إذن نعطي بنت لابني النصف طيب الأخت ولي أب نعطيها إيه نعطيها النصف لو أعطيناها النصف إن خرمت القاعدة كيف إنها تأخذ النصفة بالشروط الآتية عدد المعصب عدد المشارك عدم الأصل الورث من الذكور عدم الأشقاء والشيخات في شرط خامس أنا تجاوزت عدمي عدم الفرع الوارث طيب أنا عندي فرع الوارث اللي هو من بنت لبه إذن لا تستحق النصف إنما تستحق إيه تستحق الباقي تعصيبا على ما قضى ابن مسعود وقال أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إذن انتبه جيدا إيه هوت العصب مع الغي صورة بسيطة جدا والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات وضحت معك كلمتين بس والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات بس مش أكثر من كده طب أنا أؤكد عليك ليه على حالة العصب مع الغي الحالة دي تختلط علينا في حالة المسائل الطلب ما ينتبهش يغلب عليه دائما الفروض يغلب عليه التعصيب العصب بالنفس العصب الغير وينسى دائما العصب مع الغير رغم أن الرحب ينص فقال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات طيب إذن عندي عصب النفس عصب الغير عصب مع الغير إذن نرجع إلى العصب السببية والعصب السببية كما قلت لك منحصرة في عطق الإنسان رقيقه فإن مات الرقيق المحرر إن مات الرقيق المحرر عصب بنفسه مطلق ليس في النساء جميعا وليس في النساء طرا عصبه إلا التي منت بعطق الرقم قبل أن نبدأ في بعض المسائل عشان المسائل التطبيقات هي اللي هتذكرنا وتنبهنا أنا أريد أقرأ عليك بعض الكلام من الإمام الرحبين منظم أو منظم أنت أكيد يكون عندك المنظومة حاول تقرأ وتراجع فيها يقول الرحبين رحمه الله وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموال أو كان ما يفضل بعد الفرد له فهو أخو العصوبة المفضلة كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتقذ الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا إيش في الكلام والله فكن لما أذكره سميعا عرف ما هو العصب وعرف القدر الذي أخذه يلف بغير تقديل كل من أحرز كل المال من القرابات أو الموال أو كان ما يفضل معنى الفرد له على ما ذكره فهو أخو العصوبة المفضلة هنا تعليق مهم جدا الرحبية الرحبية رحمه الله يرى أن العصوبة أفضل من الفرد أن الإرث بالعصوبة أفضل من الإرث بالفرد هذه مسألة خلافية الذهاب أيهم أفضل أنا أختصرها لك فأقول وبلا التوفيق أن الإرث بالفرد أمان الإرث بالفرد أمان لذلك وضعت فيه عامة النساء والإرث بالعصوبة على المخاطرة قد يحص على كثير جدا إن فرض يحوز كل المال طب ربما تزاحم أصحاب الفروض يسقط فبين هذا وذاك فالإرث بالعصوبة على المخاطرة فجعل فيه من كل الرجال أما التفضيل مسألة خلافية بين العلماء يقول الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى أيضا في الترتيب الذي يأتي معنا والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث اللي يتعصب بالغير والابن والأخ مع الإناث الإبن مع البنت الأخ مع الأخ يعصبانهن في الميراث وليس ابن الأخي بالمعصبي من مثله أو فوقه في الناس الكلام ده ذكرناه ووضحناه وأعيده مرة أخرى وليس ابن الأخي المعصبي وهذا يأتي فيه بالحج عند الرحابي وفيه بالحج ولكن أنا أتي مقدما دائما لأنسى بالكلام هنا وليس ابن الأخي المعصبي من مثله اللي يا بنت الأخ أو فوقه في الناس اللي هي الأخت اللي عمته طيب والأخوات إن تكن بنات إلا هو العصب على الغير والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرن عصبه أي بنفسها إلا التي منت بعتق الرقبة إذن الآن أبدأ معك المسائل إن شاء الله تركك قبل أبدأ المسائل مجسني عن العصب العصب قوة ولا نصرة قرابة يريث بغير تقدير من هم عصبة من النسب عصبة من السبب السبب أجل عصبة من النجات نسب ثلاثة عصبة بالنفس عصبة بالغير عصبة الغير من العصبة بالنفس كل ذكر نسيب لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى يدخل على كل ورث الرجال كل الذكر عادة حالتين ذكرناهما اللي هي الزوج والأخي الأب طيب العصبة بالغير كله أصحابي النصفي أو الثلثيني مع الأخ الذكر طيب العصبة بالغير كلمة واحدة بس والأخواته إن تكن بناته نبدأ الآن في المسائل عايزك تشتغل معايا المسائل دي هي المواريث النظر إذا كله جميل ورائع لكن إذا حليت المسائل المسائل المواريث أنت الآن كل مسألة يحفظ كده كل مسألة امتحان يعني أخر السنة كل المدرسين دائما هي أعملوا امتحانات للطلبة أنا أرى في المواريث دي أن كل مسألة هي امتحان بذاته هي اختبار لك اكتبع المسألة الأولى كده ونكتب على السبورة علشان تحل معايا إن شاء الله تبارك وتعالى المسألة الأولى مات عن أم وأب وابن وأخي شقيق وانتبه إن المسائل هذه أنا أعطيها لك على إيه هذه المسائل على باب التعصيب طيب يعني هي كلها تعصيب نعم فيها تعصيب ولكن فيها كل ما مضى عندي أم وأب وابن وأخي شقيق أربع أركاد المسألة الأم ماذا تعطيها مر معك إن الأم تارى تأخذ السدس تارى تأخذ الثلس هنا تستحقي السدس ولا الثلس هنفكر كده قلنا تستحق الثلس مع عدم وجود الفرع و مع عدم وجود الجمع من الإخوة وأنت تكون المسألة غروية كده ممكن تستحقي الثلس طيب لو تغير حاجة نستحقي السدس ننظر عدم الفرع فيه فرع ابنه خلص الموضوع إذا أم تنزق لي السدس أكتب اللي هنا لوجود الفرع الوث طيب الأب هنا النزاع الأب عصى بنفسه الابن عصى بنفسه الأخ الشيخ عصى بنفسه طيب نعطي التعصب لمن الأب يقول إيه انتبه عشان أتعلم حل المسألة بطريقة طريفة وفيها نوع من الدعابة كده الأب أول ما يرى في المسألة فرع وارث أي فرع وارث أول ما يرى شوف اعطيني الأول السدس تعطيني يعق السدس يطي السدس فرضا السدس فرضا ليه لك لا وجود الفرع طيب يا سيدي الوالد اصبر قد تأخذ التعصيب يقول لك لا هذا السدس مضمون أولا إن بقي شيء بالتعصيب أخذ أخذ لكن يعطيني فردي نرطي فرض لوجود الفرع طيب هو الأب ناصح اختار لنفسي أصب لأن من سيأخذ التعصيب جهة البنو أم جهة الأبو أم جهة إخوة بنوهم أم جهة الأمام بنوهم طبعا جهة البنو الابن سيقول التعصيب لي أنا أولا رجل ذكر طب والأخ الشخيق يسقط طبعا محجوب محجوب بمين محجوب بالأب بالابن كله يمشي طيب إذن الأب يقول أنا أخذ التعصيب لم يبقى التعصيب التعصيب حازه كله من الابن هنا تزحمت العصبات فقدمنا حسب الجهة قدمنا حسبه الجهة هي جهة البنو هي مقدمة إذن أصل المسألة عندي ستة وستة أصل المسألة من كام؟ ستة السدس واحد السدس واحد يبقى للإبن أربعة طب والأخ الشخيق لا يبقى له شيء إذن مسألتي كده محلولة بالضبط مستقيمة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله أقول لك إلا أنت بدأت تمشي معايا في مش في التعصيب إنت بدأت تمشي معايا في الموريث لأنك لما تبدأ تضبط باب التعصيب ده حتضبط الباب التالي إيه الباب التالي؟ باب الحجب حتضبطه إحنا سنتكلم باب الحجب بس أنا أريد منك إن إحنا نأخد مجموعة من المسائل أنا سأأمني عليك مسائل والدرس القادم سأتجدها مكتوبة أكتوبة أنا على السابور من ده في شحانهم وشرفة أكتب عندك كده مات عن بنت وأخت الشقيقة وأخي لأب أعيد مرة أخرى بنت أخت الشقيقة أخي لأب أكتب مسألة كما الثانية مات عن أو ماتت عن زود بنت ابن 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 أب أعيد مرة أخرى ماتت عن زود وبنت زود وبنت ابن مع ذرة زود وبنت ابن وابن ابن ابن واب مسألة اخيرة نختم بها عشان تكون معك تحل في الدلس القادم نراجع مسألة الثالثة مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وعيد مرة اخرى مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن المسألة كده بدأت تتلون وتتشكل كل ده حينفعنا ان شاء الله خلط كمان مسألة نختم بها الكلام علشان بقى معنا تقريبا ربع دقيقة اكتبوا في الربع دقيقة دي المسألة البقية دي مات عن بنتين بنتين واختين لأب وابن اخ لأب واخ الام وعيد مرة اخرى بنت اخت لأب ابن اخ لأب واخ لأم عندك اربع مسائل اشتاعد حلها ان شاء الله وتبارك وتعالى في الدرس القادم اذن الله نجدها المكتوب على الصبر وحلها جميعا نكثر في الحل ونمشي من بين الاشياء الجانبية نكون قد حفظنا درس التعصيب اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة